من أكبر الأغلاط اللي بقعوا فيها جميع الممرضين سواء الاجداد أو اللي معهم خبرة وحتى طلاب التمريد هو تفسير أو فهم كلمة الدكتور أوردر كلمة الدكتور أوردر هم بفهموها أو بترجموها حرفياً إنه أوامر الطبيب حتى لو ترجمتها أوامر الطبيب فهل تعلم إنه أوامر الطبيب موجهة للمريض وليست للممرض؟ أو الله زي ما بقول لك في أي جامعة بالدنيا رح يدرسوك إنه أوامر الطبيب للمريض فلما الدكتور يكتب لك الدواء الفلاني بالشكل الفلاني حبوب أو إبر أو مهما كان مثلاً مرتين باليوم فهو كأنه بقول للمريض أنا كتبت لك الدواء الفلاني الممرض رح يعطيكيها مرتين باليوم أنت كممرض مش خدام عند الدكتور شو ما أمرك بتعمل أنت شغلتك تنقل الصورة للمريض أو اتبلغوا إنه دكتور كتب لك الدواء الفلاني مرتين باليوم بس فانت ناقل للامر ولست منفذا له الامر اصلا مش موجه اليك ولو بدك نحكي بطريقة لغوية كلمة order معناها طلبية يمكن بتذكر في اكثر من مرة لما تروح المطعم تقول له بدي وجبة شاور ما بدي كذا اخر اشي قبل ما يطبع الorder راح يقول لك بتحب تضيف اشي على الorder بدك الوجبة بدون مايونيز مثلا بدك نضيف لك بيبسي زيادة بدك نضيف لك كاتشاب زيادة فكلمة order معناها طلبية وليست اوامر الدكتور لنت بتشفل عنده ولا مريض بيشتعل عنده فهي المعلومة اللي حبيت اصححها للزملاء لانه كثير من الناس حتى التمريض نفسهم بفكروا ان الدكتور احسن منهم وهذا الكلام غلط انت زملاء في مستشفى واحد لكن هو بيشتغل بطريقة وانت بتشغل بطريقة ثانية او هو اختصاصه اشياء معينة وانت اختصاصك انك تدور على اشياء ثانية خالص فقط لا غير زي الفرق بين المحامة وبين القاضي هذا شغلته يدافع عن المظلوم وهذاك شغلته انه يصدر الاحكام مش معناته انه القاضي احسن من المحامة او المحامة بيشتغل عند القاضي كل ما هنالك انه اختصاصاتهم بتختلف وان كانوا اثنين بيشتغلوا في سلك القانون اشتغلوا في سلك القانون محامة بصري